السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم استفهام عام شفتم لي دخلتي لهذا الفيديو فارك محضوظ بزاف وهادي يقدر تكون هي الانتلاقة اللي غادي تبدلك حياتك اليوم حبيت ندير هذا الفيديو بحال إلا غنديرو الخوية ولا أختي وجمعت فيه بزاف ديال المعلومات اللي غنفيدكم بها إن شاء الله دبا السؤال أو الأسئلة اللي كتدور بزاف ديال الشباب واش بالصح الأنترنت فيها الفلس واشنا هي المجالة اللي نقدر نخدم فيها ومنين غادي نبدأ هاد الشي كاملو غنجوبكم عليه وغنوريكم مجالات بزاف اللي الناس كيدخلوا منها آلاف الدولارات وغنوريكم كذلك كل مجال وواش غادي تطلب منك باش نسهل عليكم الاختيار وكذلك باش ما تلفوش بزاف لأنه أصعب حاجة هي البداية إذن أولا قبل ما نبدأ خصك تعرف باللي هذا اسميته العمل في الانترنت وليس الربح والله ما سهرتي ودمرتي وصبرتي لصورتي الشرية ثانيا هذا راه بيزنس بمعنى بحال إلك تقول حانوت متجر أو شي حاجة بحالك يعني ماشي غادي تبدأ اليوم وغدا غادي تربح ضروري من العمل الاستمرارية العازمة والصبر شفتي إلا حترمتي هاد أربعات ديال الحويج أقسم لك بالله إلا غا تبدل بزاف ديال الحويج في حياتك يالله باش ما نطوت عليكم غا نوريكم المجال الأول هو مجال أمازون كدبي المتطلبات حاسوب متوسط ديراية متوسطة بالفوتوشوب وبدون رأس مال يعني تبداه بصفر ديرهم وهذا مجال باقي محتكر عند بزاف ديال الناس اللي يخدمين فيه كيدخلوا منه الفلوس لأنهم ما كيبغيوش يوريو المعلومة باش ما ينفسهمش الناس في هاد المجال وكخلاصة هو مجال وضعتو أمازون بحيات انت كتقد كتاب متل مذكرة أو دفتر مواعيد أو دفتر أنشطة المهم كتاب كيكون بسيط وسهل كتقد له الغلاف تيالو والمحتوى وكتبدأ تبيع مع راسك في أمازون وإلا بغيتو تفهمو كتر هاد المجال درت دورة شاملة من السفر يعني من طريقة إنشاء الحساب حتى الاحتراف صناعة الكتب وتقدروا تشوفوها من الرابط اللي غنخليه لكم في وصف هاد الفيديو المجال الثاني هو دروب شيبي وما أدرك ما دروب شيبي هنا عدنا بزاف ديال الأقسام ديال دروب شيبي اللي كيدخل فيها حتى الإيقوم لوكال يعني تجارة الإلكترونية لكن دابا غادي نضروب الزاف على إيبي اللي كيبليه هو أسهل واحد وكل شي يقدر يخدم فيه عشنا ما المتطلبات اللي غيخصيني باش ندخل لهذا المجال غديخصني حاسو بيكون عادي حساب بايبال وحساب بانكي زائد بطاقة دولية بمعنى بطاقة اللي نقدر نشري بها من المواقع الأجنبية كعلي إكسبرس و أمازون بالنسبة للناس اللي مغا عرفوش عشنا هو أحسن بانك اللي نقدر نخدمه به ولا كيفاش ندير ناخد البطاقة الدولية اللي نقدر نشري بها فغادي نحط لكم كذلك دورة ديالة الأبناك فيها بجزاف ديال الأبناك الإلكترونية و كذلك الأبناك المغربية دخلوا و شوفوا أي تساؤل عندكم غتلقوا الجواب دياله حسب العنوان ديال ذاك الفيديو المهم المجال سهل جدا كتفتح حساب في إي باي و كتاخد صورة من علي إكسبرس أو أمازون أو أي موقع كي يعرض لمنتجات دياله و انت كتزيد في التمن ديالها و كترفعها في ستور ديالك في إي باي مثلا كناخد صورة ديال النظارة لقيتها في علي إكسبرس تمديلها خمسة دولار و كنرفعها أنا في إي باي بعشرة دولار إي باي زائد البايبال كي ياخدوا واحد الكوميسيون ديالهم و كتب قليت قريبا ثلاثة ديال دولارات أو ربعة ربح صافي ديالي ما هزيت ما حطيت يعني ما بدلت حتش مجود من غير أنني اخديت هذه الصورة و ودرتها في الموقع ديالي في إي باي ودرت له واحد الوصف الزوين كيجي المشتري كيشري منك في إي باي و انت كتمشي تشري من علي إكسبرس و كتحط عنوان المشتري اللي شري منك في إي باي و احنا سلينا قدرت دورة كاملة كذلك لهذا المجال غتلقوها هنا في وصف الفيديو وهي دورة مجانية و كذلك من صفر فيها جميع الأسئلة اللي تقدر تطح لكم فرسكم و اللي غتلقوا فيها مشكل غتلقوا فيديو درته في الحل ديال هاد المشكل ثم بالنسبة للناس اللي غيقولوا حرام بيع ما لا تملك غنجاوبكم من اللي غتوصل هاد المرحلة أخي وبغيتي انت تكون متأكد مئة في مئة بأن البيزنس ديالك حالا فما عليك أخي إلا أنك تشوف المنتوج اللي كيبال الليك غد يتمشي لك كتهضر مع البائع ديالك في علي إكسبرس كتاخد واحد ستوك ديال عشرة ولا خمسطاش الحبة كتقدم لي المبلغ ديال هاد المنتوجات ووقت ما وصلت كشي ما بيعة كتمشي كتشيب بها يعني كتليفريها كتليفريها من عند هاد السيد اللي تفهمتي معه قبل كتدير فقط العنوان ديال الشخص اللي شرى من عندك في إيبايد إذن المجال الثالث هاد المجال هو إنشاء قناة يوتيوب ناجحة وهذا مجال صعب شي شوية حيث النتائج دياله كي يعتمدوا على المشاهدات اللي للأسف في المغرب خصك تدير شي شوها ولا فضيحة إلا بغي القناة تطلع لك بالزربة لكن مع ذلك هناك استثناءات إلا عندك شي حاجة تقدر تقدمها للناس واللي غتعطي واحد الإضافة اللي تخلي الناس بزاف يدغلوا يشوفوا هاد المحتوى ديالك وهنا غادي يخصك تحاسوب يكون زوين باش يعاونك في المونتاج كذلك غتخصك واحد الكاميرا متوسطة إلا كنت غتبغي تبهن في الفيديوهات ديالك وكان لك يبدأ تصور الفيديوهات دياله فقط بالهاتف دياله يعني هذا ماشي شرط يمكنك تبدأ بالهاتف ومن بعد إن شاء الله تدير كاميرا ثم أهم نقطة في هذا المجال هو الاستمرارية ورفع الفيديوهات فهذا هو السر اللي غي خليك تنجح في هذا المجال إن شاء الله بالنسبة لهذا المجال كان يناس بزاف شرحينه مع لكم سوى تدخلوا اليوتيوب وتديروا شرح إنشاء قناة يوتيوب ناجحة وحاولوا تشوفوا بزاف ديال الفيديوهات أي واحد رتحتوا فيه تبعوا الفيديوهات دياله وإن شاء الله غتمشيوا مزيان إذن آخر مجال هو مجال فايفر وهذا موقع كيعرضوا فيه الناس لخدمات ديالهم وفيه الصرف الصحيح كي يبدأ تمن الخدمة من خمسة دولارات إلى ألف دولارات حسب الخدمة اللي انت كتقدم للناس وبالنسبة لمتطلبات ديال هذ المجال خاص تكون عندك شي حاجة كتتقنها بمعنى عندك مع إلستراتور فوتوشوب اللي غتتتعاونك في الديزاين وغتتقدم للناس خدمة أنك تقدر تقدر لهم صور ديالهم تعدل عليها وكذلك تقدر تدير لهم شي ديزاين أنت شي حاجة اللي بغوا هما وكذلك كين اللغات يعني ترجمة اللغة من العربية الفرنسية فرنسية الإنجليزية وكذلك الإنجليزية الفرنسية أو العربية وتقدر تدير كذلك إنشاء عروض بوير بوينت يعني تقدر تقدر الناس العروض ديالها في بوير بوينت هما كيعطوك المعلومات وانت كتقدر لهم كذلك كين المونتاج ديال الفيديو إلا كنتي كتجيد هاد النوع من الخدمات في مكان لك تقدم هاد الخدمة كذلك المهم بزاف ديال الخدمات اللي نقدروا نخدموهم في هاد فايفر وإلا بويتو تفهموا كتر دخلوا الفايفر وشوفوا الناس الخدمات اللي كيقدموها وحاولوا تشوفوا انتوما واش تقدروا تديروا بحال هاد الخدمات ولا لا حتى اللي ما عرفش يدير هاد الخدمات فأخي أختي راه اليوتيوب فيه بزاف ديال الحواج اللي غاد تقدروا تعلموهم وتوليوا تديروا الخدمات ديالكم وتعرضوها كذلك فايفر وكين مواقع اللي مشابهة الفايفر مثلا خمسات وهدي فيها العرب بزاف يعني بالنسبة للناس اللي بدتتعامل مع العرب أما بالمنسبة لمتطلبات فكتختلف من خدمة الأخرى حسب انت اش كتقدر والحاجة اللي كتفهم فيها اكتر إذن خوتي هادو غير بعدي المجالة المشهورة اللي حاولت نوضح لكم الصورة عليها واللي بنتليها سهلة وتقدروا تدخلوا منها الصرف ولكن راكنين مجالة كتيرة وعاديدة ماهلك سوى تبحث أخي وإن شاء الله تلقى الحاجة اللي غا ترتاح فيها باش تعطي فيها مزيان كما كنقول الدراري دائما خسكم تشوفوا المجال اللي كترتاحوا فيه باش حتى إلى طولتي وخدمتي فيه بزاف ما تحسش بالملل وما غاديش تنسحب حتى توصل للمبتغة والحلم ديالك إن شاء الله إذن خوتي إلى عجبكم هذا الفيديو ديري وجام وبرتجيه مع الأصدقاء المهتمين بهذا المجال وإذا كانت هدية أول زيارة لك للقناة فلا تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس بس يوصلكم الجديد ديالنا أول بأول ودومتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر